اشتركوا في القناة الثاني بناء على كونهما اسمين فما الرافع لهما ويتفق النحات بقولهم ان الاصلى في الاعراب الرفع علامة علامة واتفقت كلمتهم على ان الخروج عن الاصل الى النصب والجر والجزم لماذا لماذا كانت هذه الواو الملفوضة لي عبارة عن الضمة كانت هي الاصل حيث عبر عن عنوانه بقوله ورفع مبتدأ بالابتدأ كذاك رفع خبر بالمبتدأ هذه المسألة عنوان كالتالي ما الرافع للمبتدأ وان كانوا يقولون ان الاعراب هو عبارة عن اثر لفظي في اخر الكلمة بتأثير لان الاعراب لا يكون الا في الاسماء وهي التي تتأثر فالاعراب علامة علامة تأثيرية قبل الغير وإلا لو كان هذا اللفظ لا يتأثر لكان يعني مبني لكان حرفا أو فعلا وكان مبنيا اذا الذي لا يتأثر ولا يتغير هو المبني فلما صار يتأثر بحركات الاعراب دل ذلك على اسميته جميل العلامات في الاعراب معروفة اكثرها واوضحها الرفع وليش قالوا ان الاصل فيها الرفع قال والحق يقال والاعتراف خير المقال هكذا ورد النقل عن العرب وجدنا ان الكلمة اذا جاءت في اول الجملة وبعدها اسم تمم معناها بجملة مفيدة لفظها العرب مرفوعة من هون من صياق كلام العرب ونحن لان يعني نحن لا نبتأس من هذا الاعتراف لان القواعد العربية كما كنت قلت لكم او عفوا لان قواعد النطق العربي كما كنت قلت لكم هي عبارة عن تبرير وتفسير بعد الحصول والاتيان ورد كلامهم فجمعناه وقعدناه في قواعد واصول وإلا العربي ينطق بالسليقة ولا يلتفت الى ملفوظه تماما كابناء اي لغة يلتلفظون بحروف كلماتهم الحرف عندنا ملفوظ حركة عند العرب يعني انا لما اقول زيدو صاحبو الامري عم بلفظ الباء بعدها واو هذا عند ابناء غير اللغة العربية يحسب اني انطق بحرف اسمه الواو صاحبو جيد مررت بصاحبي المالي جيد اذا المنطوق عند العرب هو ملفوظ الحركات وهو نطق بحرف يعني كأنك تلفظ حرفا اقول جاء نطق العرب هكذا فسمعناه عن ابناء اللغة العربية الاقحاح فجعلناه ضمن اصول وقواعد لاننا نضطر لاننا نضطر نحن الى حسن المنطق العربي ولا نجيده غريزة ولا نجيده صليقة فاضطررنا الى تعلمه ولذا صار النحو آلة قانونية تعصم بمراعاتها اللسان عن اللحن في الكلام هكذا عرف النحو تعصم بمراعاتها اللسان عن اللحن في الكلام عن الخلل في منطوق العرب لما كان كذلك وجدنا الاسناد الاصلي الجملة الاسنادية الجملة الابتدائية وجدنا الجملة الخبرية ما تشاء عبر يعني الاسناد التام هذا وجدناه مرفوعا بمرفوع عرفنا أن هذا يسمى عاملا معنويا وقبل ما نقول لش صارت الضم ذات الأهمية فتشنا كثيرا فوجدنا سببا واحدا بتقبلوه كثر خيركم ما بتقبلوه استبدلوه لو تستطيعون ولا تستطيعون شو هو السبب الوحيد أنه وجدنا الرفع في المبتدأ وأخيه يعني في الابتداء ووجدناه في الفاعل شفنا أنه هذا يسمى ركن الإسناد الأول عمدة بس مش عمدة عادية عمدة العمد باعتبار الخبر قد نرفع اليد عنه نجعل الخبر جملة مفيدة عفوا نجعل خبر جملة فعلية أو نجعل الخبر ماذا شبه جملة بس المبتدأ لا نرفع اليد عنه عن اسميته وعن هيئته فهو اسم بالضرورة الفاعل سيكون اسما بالضرورة ولا يتم الكلام بدونه فالفاعل وأخوه المبتدأ عمدة الكلام والذي يتمم الكلام عندئذ هو ذلك المسمى بالمسند فما المسند إلا خبر أو فعل واضح؟ إذن الفاعل لا تستغني عنه الجملة الفعلية أبدا وهو اسم نطق به العرب مرفوعا والمبتدأ ركن الكلام لا يستغني عنه الكلام في الجملة الإسمية ونطق به العرب مرفوعا لهذا قالوا إن في الفعل تأثيرا رفع الفاعل على أساسه وهون إلا وقب كبيره دفاعا عن المظلوم المرفوع قالوا إن في الفعل تأثيرا رفع الفاعل فيه فالذي رفع الفاعل عامل لفظي اسمه الفعل جيد واللي رفع المبتدأ عامل معنوي لأنه حفظه الله لم يسبق بشيء المبتدأ هو أول الكلام هو الذي بتودئ به الجملة لم يسبق بشيء فإذن من أين جاء تأثير رفعه قلنا مش عايبة تقولوا إنه رفع التأثير قولوا خلو العامل أبقاه من دون تأثير خلو الكلام من عامل أبقاه قالوا إيه بس الحرق شو هان دخلوا الفلسفة بشو دخلوا الفلسفة بأبعد ما يكون عن الفلسفة بأبعد ما يكون عن الفلسفة باللفظ بأيش دخلوا الفلسفة قالوا إيه من وهذا الرفع لم يكن ثم كان بدليل إنه مش من حروف البنية يعني كلمة زايد زينون وياء ودال هذي شو اسمون حروف البنية ماشي طيب الحركات أو زايد أو زايدون هذي مزيد على حروف البنية جميل فإذا هي تكون من حروف المعاني في أحلى حالتها من حروف المعاني في أحلى حالتها ومن حروف المعاني تلك الحركات والمشيرات إلى موقعه في الكلام زايدون مرفوع فإنت دغري بتعرفوا لزايد إنه مرفوع شو بد يكون إما فعل أعم فاعل وإما مبتدأ وإما خبر دغري دغري يعني مباشرة إذن دلك اللفظ بالواو هذا الدال الواو يعني الضمة الصغرى على الدال دلتك عليه فإذن هذا تأثير حادث طارئ لو أن راح راح فالكون حادث صار الكون حادث فعلا صار صرنا هونيك إذن هذا هذا حادث لم يكن ثم كان فمعنيته لابد له من شو من موجد لابد له من مؤثر إذا لابد له من مؤثر فاحتار القوم فيما يختارون فما المؤثر بالرفع في زايد فطبع دواجب الوجود منحصرا بفرد فعلى هذا الأساس قالوا بأن الواو الصغرى يعني الضمة على زايد 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 هذي الضمة هذي تأثيرية لا بد لها من مؤثر والعامل اللفظي اللي هو عادة بأثر بالألفاظ مفقود مرب إليك جاء زايد اللي زايد مرفوع بالفاعل بالفعل صح الفعل أثر فيه رفعا طيب زايد أو زايد قادم علي إمام إمام ما الذي رفع علي قل وربك علي رافعوا كل شيء ولا يحتاجوا إلى ما يرفعه إلا الله عز وجل فرفع الله قدر علي صحيح إذن رافعه معنوي ولذا كانت كلمتهم فالمبتدأ رافعه معنوي جيد إذن قالوا رفعوا مبتدأا بالابتداء أي حالة الابتداء أي الجملة في موقعها الأول الابتدائي هي حالة معنوية ابتداء الكلام بشرف الاسم رفعه إذن وضعه قوامه وجاهته شرفه رفعه وحلو أن واحد يكون شرفه رافعه الحسب رافعه مثلا جيد إذن رفعوا مبتدأا بالابتداء حلو طيب والخبر شو اللي رفعوا قال لا 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 هون اختلفت كلمتهم جدا رفعوا مبتدأا بالابتداء ثم قال كذلك رفعوا خبر بالمبتداء قالوا لا الخبر رفعوا المبتداء أنت هذا الشريف المحترم الاسم مبتدأ هذا الذي أوجد نفسه بنفسه هذا الذي كرم نفسه بشرفه فكرك لا يؤثر بغيره ما هذا أولى بالتأثير بغيره هو صح أوجد رفع نفسه بعامل المعنوي بس الخبر رفعوه بالمبتداء صار زيد إلى تأثير أن يرفع قادم وقائم شو يعني قالوا يعني تباعيته للخبر عفوا تباعيته للمبتداء ضرورة صح حتى يتم الكلام جميل حتى يحسن السكوت على تمام الجملة طيب سؤال مين اللي جعل الخبر حاجة هنا مبتدأ لو لا نطقك بزيد لو لا نطقك بعلي لما احتجت إلى الخبر لهو قادم أو إمام إذن احتياج الكلام التام في الإسناد إلى إتمامه من شأه المبتدأ فاللي أثر بالخبر رفعا هو طلبه من قبل المبتدأ فإذن المبتدأ رافع للخبر ما الرافع للمبتدأ الابتداء ما الرافع للخبر المبتدأ هذا القول مشهور بينهم قال ورفعوا مبتدأ بالابتداء كذاك رفع خبر بالمبتدأ أي المبتدأ رفع الخبر هذا القول المعروف بينهم قول آخر لا 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 الابتداء رفع الركنين يعني العامل المعنوي رفع الركنين رفع المسند إليه اللي هو المبتدأ ورفع المسند اللي هو الخبر هذا قول آخر قول ثالث بقول لا ترافعا كل واحد منهم رفع خيه ترافعا فلزم الدور عادوا ندخلوا لك الفلسفي شو ردوا عليك بالفلسفي قالوا نعم لزم الدور وأي دور هذا هذا الدور المعي مش دور العلل والمعلولات الباطل قال دور العلل والمعلول باطل إنه أن تكون ألف أوجرت باء شكرا لألف بس بتجي باء كمان أوجرت ألف لا شكرا لهما ليه لأنه هذا تناقض لأنه إذا فرضت ألفا أوجرت باء فأنت بالطبع وبالوضع فارض أن ألف متقدمة لأنها علة وباء معلول فإذا رجعت قلت بأن باء رفعت ألف لازم أقول في الفرض بأن جعلت تباء علة بعد أن تسلمنا بكونها معلولة والعلي والمعلول يلزم منه عدم وجودها في دور العلة وهذا تناقض قالوا لك إيه صح هذا الدور باطل بس نحن أي دور عندنا الدور المعي الدور المعي يعني هكذا أوقفت هذا مع هذا هيك وقفين ولا لأت نينيتون وقفين ولا إذا وشحت وهم وقفين فمن أوقف الكتاب القنينة من أوقف القنينة كتاب هذا شو بسمه تواقفه تسانده ترافعه وهذا الدور غير باطل بالوجداد هذا شو بسمه توقفه كل شيء على أخيه الباطل توقف الشيء على نفسه هذا باطل هذا توقف الشيء على أخيه وأي توقف هذا توقف في جانب المحسوس التوقف الباطل في جانب العلل في جانب الفرض العقلي إذن هذا تواقف معي معي بسمه الدور المعي هذا مع هذا مثل التضايف التضايف أنت اللي جعلتني باي بس أنا اللي جعلتك إبن إذن الأبوة والبنوة تضايف بهذا المعنى لا بد من تعقلهما وكل منهما يعقل الآخر هذا دور معي هذا غير باطل حتما وعلى هذا دخلنا هذه القواعد اللطيفة الشريفة في هذه المسائل الشريفة وقلنا عندئذ إنهما ترافعه قال المبتدأ رفع الخبر والخبر رفع المبتدأ هذا قول موجود عندهم القول المعروف هو هذا اللي ذكره المصنف الكريم الماتن بقوله رفعوا ابتدأا بالابتدأ كذاك رفعوا خبر بالمبتدأ وقيل الخبر رفع بالجعامل المعنوي كأخيه المبتدأ وقيل ترافع هذا ترافع على إشكال كبير شو قاله يعني ما خلصوش من بعض هني بشدة النقاش قالوا ولكن هذا ممنوع ليش ممنوع قالوا لإنه الأول يؤثر بالثاني بس تأثير عكسي ما في منه إنه هذا الأولين وجه الرفع على أخيه فرفعه هذا المرفوع بعد يرفع هذا قالوا له إيه عنا مثال نحوي وأنه وأنه المثال نحوي بقوله تعالى قل ادعو الله أو ادعو الرحمن أيما تدعو فله الأسماء الحسنة إيه شو الشهد فيها قالوا أيا أداة شرط صح قالوا صح وهي اللي جزم الفعل أيما تدعو ويتدعون إذن جزمت بس أيا لاش منصوبة على المفعولية ومن اللي نصبها الفعل إذن هي جزمت الفعلة وهو نصبها نصبها على المفعولية مقدما رجلا دعوت من اللي نصب رجل دعوت جميل بس إذا كان هذا المنصوب هو المنصوب على المفعولية بس ما أقواه ما كان أقواه إذ أثر فيما بعده جزما وعلى هذا الأساس الإخوة الكرام إذا هنم التفئين المبتدأ والخبر شو يلكون أنتوا فيهم يرفع أحدهم الآخر كما تنصب كما تجزم كما يجزم كما 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 ما لك وللنحوي لجدك يعرب وعمك عراب وأبيك عارب قال ورفعوا مبتدأا بالابتداء شو هو يعني الابتداء قال عامل معنوي هو خلوه من المؤثر وهون سقطت الحكمة من أعلى سماء على الأرض لمن شو قال قال هو خلوه من العوامل الله أكبر خلوه من العوامل إن سيت أنت أنه الرفع الرفع أثر ولا يمكن للأثر إلا أن يكون له مؤثر قال إيه إله مؤثر بس مؤثره معنوي وهو كونه معرّى من العوامل اللفظية وفيه عرّاه المعرّي عرّاه المعرّي مش المعرّي وقيل جعل جعلوا الاسم أولا ليخبر عنه اللي اسمه شو هذي كذلك رفعوا خبر بالمبتداء وقيل جعلوا الاسم أولا ليخبر عنه يعني فيك تعبر عنه أنت هذا شو هذي إنه هذا عامل معنوي بس شو هذي جعلوا الاسم أولا ليخبر عنه بس هو مش معنوي هذا أشبه بأن الاسم الأول قد أثر بالثاني ولذا قال كذلك رفعوا خبر بالمبتداء وحده بس هوني بدي إجعل لك يهم ثلاث أقوال قول الأول هو كونه معرّى من العوامل اللفظية هذا قول القول الثاني جعلوا الاسم أولا ليخبر عنه يعني احتياج الاسم كما ذكرت لك بالأول احتياج الاسم لأن يخبر عنه عامل معنوي اسمه صراخ وصياح حتى الصباح من المبتداء يعني إجا المبتدأ وانرمى وبقي المبتدأ المسكين يأنه يطلب خبرا هذا اسمه عامل معنوي هذا عامل معنوي إذن العامل المعنوي بوجهين واحد اسمه عريه من العوامل اللفظية الثاني شو اسمه اسمه صياح حتى الصباح من المبتداء هاو دي اتنين عامل معنوي ابتدأنا هلا بالعامل اللفظي شو ان الخبر رفعه المبتداء كذلك رفع خبر بالمبتداء اوفيك تقول وقيل جعله الاسم اولا ليخبر بل هذا صياح حتى صباح حفظوا بعنوان صياح كذلك رفع خبر بالمبتداء وحده وهو الصحيح الذي نص عليه السبواه واذا قالت حذامي فصدقوها فان القول ما قالت حذامي او ما قالت حذامو يعني اذا قال سبواه فلا رد لقوله خلاص نص عليه السبواه ليش قال لانه طالب له ولما المبتداء طلب الخبر فجاء الخبر صاغرا وكفى بهذا تأثير للخبر للمبتداء المطاع فمعته هو الذي أثر به رفعا ولأن المبتداء عادل لما استدعى الخبر قال وانا اساويك بنفسي ومن ساواك بنفسه ما ظلمك انا مرفوع وسأرفعك فاذا المبتداء رفع معنويا والخبر رفع لفظيا ام المبتداء نسبه اليه والمنسوب الى الشريف شريف والمنسوب الى المرفوع مرفوع نحي نحي وقيل بالابتداء شو يعني بالابتداء يعني الجملة الابتدائية رفعتهما المبتداء والخبر معا ليه قال لأنه اقتضاهما من هو اللي أنه الابتداء اقتضاهما يعني استدعاهما يعني استدعى المبتداء والخبر معا فعمل فيهما لأنهما أتياه طائعين يعني الابتداء الابتداء سدده الله هو عبارة عن ذلك المفهوم المعنوي نفس الابتداء طلب ركنين فأتاه كل من المبتداء والخبر طائعين فرفعهما لاستجابته لاستجابتهما له قال هذا القول الآخر رابع خامس ورد لا 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 ما في شيء بيمرؤ عند العرب أصحاب الدقة والمتانة قال ورد بأنه أقوى العوامل بأنه تعال لك تعال لوين بدك تجي قال إنه العامل اللي ذكرته إنه رفع كل من المبتداء والخبر تعرف من هو شو اسمه قالك الابتداء شو هو الابتداء قال ذلك المفهوم المعنوي المتربع على عرش الوهم شو المتربع على عرش الوهم اسمه الابتداء جميل هذا الابتداء استدعى ركنين كل من المبتداء والخبر فأتياه طائعين فآم رفعهما يعني كم مؤثر لهما واحد بس بكم أثر هذا الابتداء أثر باثنين أثر باثنين رفعا ونصبا قال لا أثر باثنين رفعا قالوا له هذا ما إله نظير في اللغة العربية شو هالبدعة كأنه بدعة العرب بقفت على هذه بس لا عندهم بدعة في الدين لا عندهم بدعة بدعة في التكوين لا عندهم بدعة في ما عندهم بدعة إلا جيد التفطل الخطر الكبير لهز العروب كلها الآن شو هو أنه إجا المبتداء إجا الابتداء المعنوي المتربع على عرش من الوهم مثلا أو على عرش من الخيال حتى منهينه للوابتداء إجا واستدعى ركنين فأتاه كل من المبتداء والخبر متسابقين طائعين فرفعهما فواحد أثر باثنين رفعاً شو قال له هذا المتمكن في الدفاع العربي الآخر شو قال له قال له هذا بدعاً بدعهم في النحو وبدعة كبيرة قال له هذه هزات الكيان كله قال له ليش قال له لأنه هذا الابتداء عامل معنوي اللفظي قال له لا عامل معنوي طيب ماشي عامل معنوي أثر في معلولين صاح قال له إيه قال له أثر فيهما رفعاً ونصباً يعني مثل كان وأخواتها قال له لا يا خي مثل إنه وأخواتها قال له لا يا خي مثل ظنة نصبهما قال له لا قال له شو عمل فيهن قال له رفعهما قال له شفتلك شي عامل لفظي بيرفع وبيرفع ما في بيرفع وبيرفع كل العوامل اللي أثرت في الإعراب رفعت ونصبت نصبت ورفعت نصبت ونصبت رفعت ونصبت ونصبت يا أخي رفعت وثلاث نواصب الله يلعن النواصب ثلاث منصوبات يعني أعلمت زيدا المسألة سهلة أعلمت رفعت ثم نصبت ونصبت ونصبت كان زيد قائد رفعت ونصبت إن زيدا قائم نصبت ورفعت ظننتوا زيدا قائما رفعوا نصب ونصب ما شف نيلنا ولا عامل لفظي بيرفع وبيرفع وهذا العامل اللفظي اللي هو قوي وملفوظ وبيأثر بالرفع مرة واحدة ما إلو تأثير رفعين جايب للعامل الضعيف اللي هو متربع على عرش الخيال اللي اسمه الابتداء بد يؤثرك رفعين لا مات الدين يعني هذه الشغلة يهتز لها الكيان العروب نعم حلو كلام لطيف اللا مادة أقوى من المادة ممكن ممكن حلو هون بتكون أضفت إلى الفلسفة فيزياء لطيفة جميلة جدا حتى نخلص نجية شو بنكون عما نقول نحن هلا منقول هذه البدعة يجب أن ترد على قائلها وإلا لا ترتضي العروبة مثل هذه الاهتزازية في الكرام أبدا على الإطلاق أنه عامل معنا ويرفع ويرفع هو العامل اللفظي ما رفع ورفع وأقوى العوامل الرافعات اللفظية شو هو الفعل الفعل كم فعل لإله واحد يرفع فاعلا واحدا وما بعد الفعل مناصيبه وغير مناصيب بس مرافع ما فيش إلا الفاعل بس وفعلا خلينا نحتدمعه هذا المدافع لأنه دافع عن الشرف العظيم قال وقيل ها ورده يعني هذا الرد شو بأن أقوى العوامل وهو الفعل أقوى العوامل يعني لفظية ورده بأن أقوى العوامل وهو الفعل لا يعمل رفعين هو الفعل ما رفعش ورفعش بس رفع فاعل واحد فكيف العامل المعنوي بد يرفع ويرفع فما ليس أقوى أولى ما ليس أقوى يعني العامل المعنوي يعني الابتداء اللي هو أضعف هو أولى بأن يرفع مرفوعا واحدا كيف قلت إنه الابتداء رفع الخبر ورفع المبتداء فعلا كبرت كلمة تخرج من أفواههم يعني كأنه هو هاكل وقيل شوف هالقول ما ألطفه وألطف به وما أجمله وأجمل به شوه هذا القول بقول وقيلة بالابتداء والمبتداء لك شو قال هيدا قال المبتداء سلمه الله رفع نفسه بنفسه أو رفعه الابتداء أو ما تشاء بس هيدا المبتداء لا يتمكن من إضفاء الشرف الرفيع عنده على غيره ويجعل مثيل لإله بالتمام والكمال يعني ما بيتمكن المبتداء يرفع خبر ومثله ليه لأن المبتداء لا يعدو كونه نقشا ورسما وسورة يعني عرض وأما المبتداء فهو جوهر أصيل والعرش قبل النقش فإذن العرضي لهو الخبر لهو الحكم لن يكون مثل المبتداء أبدا فالمبتداء منع من إضفاء الشرعي الكيم لفر رفع على خي الخبر فقام ساعده على ذلك موقعه الكريم الشرف الرفيع لإسمه الابتداء ساعد المبتداء نفسه على رفع الخبر شو يعني يعني صار للخبر عامل ونص بالرفع أو عاملين شو قال وقيل بالابتداء والمبتداء السهل أدي كين عاصي هذا الخبر يعني خبر قول رابع قول سادس قول سافع ما فيك تعد على العرب قديش هذا هاللي ساعد نقوله آه هذا اللي عم تقوله اللي عم نقوله هلأ لك شو هو هذا هذا عم بيقول رفع الخبر المسكين بعاملين بلفظي ومعنوي معا شو العامل والمعنوي قال أما العامل اللفظي العفو اللفظي والمعنوي قال أما العامل اللفظي فهو لفظه المبتدأ بنفسه يعني في كل جملة ابتدائية مبتدأها متعب منهك لأنه سيؤثر في الرفع في الخبر رفعاً يعني زيد خمه الابتداء ورفعه إجا الخبر مستعصي بعده مستعصي فتعاون الابتداء والمبتدأ على رفعه فرفعاه هون اهتز العرش الكوفي وهلو لا يعني إسا أنتو في الحق تعاندون وفي الباطل تعاندون وفي كل شيء أنتو شاكسون فخلكون عنا قول من هذا المقال قال شو هو قال لا 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 هذا ترافعاه هذا القول اللي ذكرني لك يا قبل شوي الترافعاه لأنه كل منهما ركن وكل منهما لفظ شو المشكلة يعني إذا إذا أخذت العروبة بسهولة كيف تبسواش إلا تكون كل شيء يتصل بالعروبة معقد إلى أبعد الحدود إنه ما فيكن تاخذوه هيك بإنسيابي مثلا المبتدأ رفع الخبر لأنه استدعاه والخبر رفع المبتدأ لأنه ما كان بلاه يعني له لا هذا ما كانش فترافعاه أم أشكل عليهم حلق من المدرسة البصرية وشو قالت لهم قالت لهم مات الدين إنه الأول يؤثر بالثاني الثاني بد يعود يرجع له بتأثير سلبي تأثير عكسي رد واحد من الكوفين قال لهم إيه شو قلت بإيه أيما تدعو نصبها المتأخر وهي جزمته هذا الكلام تقبلوه هونيك وأبتقبلوش عندنا هون فعلا باقوكم تجر وباقو غيركم عاجزة على كل حال وقال الكوفيون ترافعاه أي كل واحد منهما رفع الآخر وقال الكوفيين إذا بتشكوا علينا من جبل كن كم هائل من النظائر وما فيكن تؤفوا أبيلنا وله نظائر في العربية منه قوله تعالى أيما تدعو فله الأسماء الحسنى الله يخليك ابذل جهدك فيما يعنيك وينفعك لا تقلد للكوفيين ولا البصريين ولا المصريين مثل ما قال عليه الصلاة والسلام وعلى آله ذلك يعني هذا التمحل مش علم العربي علم عربية من العلوم الشريفة بس التمحل في العلوم العربية المنهيين نحن عنه نحن بيخرب الدين ولا أعطيك مثال على خراب الدين من وراء هذا التمحل الأرعن يعني مثاله أن ذلك علم لا ينفع من علمه ولا يضر من جاهل هذا التمحل بل يصل التمحل إلى إطلاف الصليقة أصلاً وإلى إطلاف الطبيعة حتى صار جل المسلمين قائلين زوراً وعناداً وخطأاً وخطيئة بالغسل بالأرجل الغسل بالأرجل بالوضوء تمحلاً في آية هي على القواعد العربية أن قوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم جميل فآموا عطفوا أرجلكم على المنصوبات الأولى من فوق لهي محكومة بالغسل فاغسلوا الوجوه والأيدي والأرجل يا عمي هذه الأرجل معطوفة على الأقرب والأقرب هو ممسوح غير مغسول وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بتقول إيه بس برؤوسكم مجرورة وأرجلكم منصوبة قالوا هن كثير مظلومين يعني وكثير أريحيين أنه راحوا فتشوا وين فيه شي منصوب بهذه الأي وألحقوا له خواتها اللي هو لأولهم الوجوه والأيدي فعطفوا الأرجل عليها ببركة ماذا ببركة النصب يا مهلك يا ناصبي القصة مش هالقدي بدي تفتش على النصب وبتعرفش تقعد إلا عند النصب بسواج تقعد يعني بمطرات تانية مثلا تركز وتركن هذه منصوبة بفعل امسحوا وحتى برؤوسكم منصوبة محلا مجرورة لفظا لأن الباء زائدة لأن فعل مسحة متعدي بيتعدى بلا حرف شيل الحرف لو كانت لفظ عربي مش أي كريمة أي كريمة ما بينش على الحرف بس كلفظ عربي شو بتقول وامسحوا رؤوسكم وأرجو لكم مثل ما قال له الشاعر لمعاوية معاوية فازدح إننا بشر إذا قولي فلسنا بالحجار ولا الحديدة فلسنا بالحجار ولا الحديدة شو لازم يقول له على كلام كن عنده لازم يقول له فلسنا بالحجار ولا الحديدي لاش قال له ولا الحديدة لأن الباء هوني شو زائدة أصله فلسنا حجارا ولا حديدة فعطف الحديدة بنصبها على شو على بالحجاري لهم جرور لفظة منصوبة محلا وقال كثير من علماء التفسير واللغة من إخواننا أبناء المذاهب الأخرى ومن شاءها فليرجع إليها كالجصاص والزمخشري بل والرازي بل وسواه وكل من تعرض إلى هذه الآية صرحوا بأن القواعد في اللغة تأبى عطف الأرجل على الأيدي فهي معطوف على الممسوح لا على المغسول شو هالتمحل لك أنصار وهذا صار تمحل إذن التمحل في علوم اللغة يؤدي إلى إطلاف الصليقة وإلى إماتة الطبيعة وإلى تلويث الفطرة في فهمك للكلام العربي ونظائره كثيرة مثل ما فوتوا بعضهم في دهاليز قاطمة جداً في تفسير معنى الولي إنما وليكم الله ورسوله استكين أنتوا أفهم من حسان بن ثابت يعني بزمن الناص بهذاك الزمن العربي فهم من الولي من المولى المطاع الآمر الناهي يناديهم يوم الغدير نبيهم بخم وأسمع بالنبي منادي من كنت مولاه فهذا وليه إلى قوله فكونوا له أتباع صدق موالية إنه هاك حسان فيهم من كلمة شو من كنت مولاه فهذا عليهم مولاه شو فيهم منها فكونوا له أتباع صدق موالية تبعوه شايعوه إذن بدك تروح إلى المعنى المتمحل به أم حلت لا غذاء لا كلاء لا ماء يعني صارت آخر شيء حتى الهواء انقطع هذا التمحل اللوان بودي بودي إلى تلويث الدين إلى تدمير السنة الشريفة إلى إبعاد الفهم الرائع عن الكتاب العزيز هذه اللوان لا تقل لي آه فينا نقول وفينا ما نقول قل في مكان يفيد فعلا يعني نحن نذكر لهذه ولذا أنا عميلي جيب هالطريقة الهامشية هذه لحتى ليقول إنه ما كان بده بهالمستوى هذا من التمحل وله نظائر في العربية والخبر هو الجزء المتم الفائد سيش هو الخبر المبتدى هو الكلام هو اللفظ الأول في الجملة الابتدائية يبدأ نعرفه مبتدأ حتى لو كان بالمعنى فاعل قال إيه لا تبتأس إن الكوفيين قالوا قد يكون مبتدأا به الكلام وهو فاعل كقولك علي جاء فعلي فاعل المجيء فهو فاعل على الحالة سواء قل جاء علي وعلي جاء أما بصريا ومصريا فعلي مبتدأ جيد هو مبتدأ دوما طيب علي مبتدأ لأنه بتدئ به الكلام فما الخبر قياك إنك تقول والذي جاء من بعد المبتدأ مرفوعا هو الخبر لا لأنه في إليك أنا علي الإمام جبت لك كلمة مرفوعة بعد علي ومش هي الخبر الخبر بعد ما إجا الخبر منتظر ليتم به الكلام شو هو؟ هو معصوم علي الإمام معصوم معصوم هي الخبر إذن خبر شو هو؟ قال والخبر الجزء المتم الفائدة إذن ليس الخبر هو كل كلمة مرفوعة في الجملة إنما الخبر هو ذلك اللفظ الأخير الذي به يحسن السكوت على الكلام والخبر الجزء المتم الفائدة كالله بر والأياد شاهدة وتفصيله يأتي وصلى الله على محمد والعطرة الطاهرة الجزء المست هو فالقام الجزء المست